اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وين المغضوب عليهم ولا الضالين صوت من الجنجلة ترجمة نانسي قنقر ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه مشاهدين في كل مكان أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان تحية الرحمن لأهل الجنان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات صهرى خليجية وأسعد أن يكون معنا لأول مرة على شاشة الخليجية فضيلة الدكتور مجد ورد مستشار مؤتمر العالم الإسلامي أهلا ومرحبا بدكتور أهلا بك بارك الله فيك وبالسادة المشاهدين من وردنا دكتور بارك الله فيك الله يحفظ خيرا دكتور مجد نحن نتكلم اليوم عن جريمة الغيبة والغيبة من أكثر الأمراض انتشارا في الأمة الإسلامية الآن فبدأتكم نعزين نتعرف عن تعريف الغيبة وخطورة الغيبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد في الحقيقة هذه الجريمة أجمع علماء الأمة قاطبة على أنها من كبائر الذنوب وفواحش العيوب وقد ضرب الله عز وجل لهذه الجريمة التي هي من آفات اللسان جريمة ترتكب باللسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له الجنة صلوات الله وسلامه عليه هذه جريمة من كبائر الذنوب وفواحش العيوب ضرب الله عز وجل لها أبشع وأخطر مثال في كتاب الله فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن أخطر وأبشع مثال في القرآن هو الذي ضربه الله عز وجل في سورة الحجرات لمن يقوم ويرتكب هذه الجريمة الشنعاء يقول الله عز وجل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فشبه الله عز وجل الذي يتكلم بمعايب ونقائص أخيه المسلم في ظهره وهو غائب شبهه بالذي يأكل لحم أخيه بعد موته نسأل الله السلام والعفو والعافية والرسول صلوات الله وسلامه عليه كعادته الشريفة يشرح مجمل القرآن فسأل في ذات مرة أصحابه الكرام أتدرون ما الغيبة التي ذكرها الله في القرآن قال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم تعريفا لهذه الجريمة ذكرك أخاك بما يكره فقال رجل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هذا السياق وهذا التعريف يقرأه وربما سمعه كثير من المسلمين لكنه لا يقف عنده ولا يغوص في معناه فالذي أريد أن ينتبه إليه المسلمون والمسلمات أن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة ذكرك أخاك بما يكره وجوابه على من سأل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أقول بعض النقائص وأقول بعض العيوب ولكني صادق فيما أذكر فإذا برسولنا يبين أنك إذا كنت صادقا وحينما تكون صادقا فأنت المجرم الذي قصدك الله في القرآن بقوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيت هذا لما تكون صادقا فهذه هي الجريمة وحينئذ أنت المجرم حينما تكون صادقا وإن لم يكن فيه ما تقول وكنت تفتري وتزايد على أخيك المسلم في غير حضوره فهذه جريمة بعد الجريمة وهي البهتان العظيم الذي حرمه الله عز وجل في محكم قرآنه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فالغيبة حينما تكون صادقا هذه هي الغيبة الجريمة وباب النصح مفتوح بين المسلمين من أراد أن ينصح لأن الشيطان يأتي إلى المسلم فيقول إذا أردت أن تنصح فلانا أو علانا فعليك بذاك القريب منه اذهب إليه وأخبره عن نقائصه وعيوبه وهو بدوره ينصحه ثم يذهب هذا الثالث إلى رابع والرابع إلى خامس والخامس إلى سادس ولا تصل إلى صاحب الهيب يفتضح المسكين ولا تصله النصيحة ونحن لسنا بأمة التفاضح نحن أمة التساتر وأمة المغفرة وأمة فتح باب التوبة على مصراعيه لكن بهذا التفاضح وتناقل نقائص الناس وربما يكون الكلام في مبدئه ليس صوابا نعم فبهذه الطريقة نعسر التوبة نعسر العودة والأوبة إلى الله عز وجل ونصعبها على عباد الله تبارك وتعالى جميل تبقى الفرق بين الغيبة والنميمة هل هناك فرق؟ نعم هو بينهما اتصال النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد النميمة تشبه كثيرا ترويج الشائعات ترويج الشائعات يشبه النميمة جدا ترويج الشائعات والأكذوبات بين الناس على وجه الإفساد هذه هي النميمة أما الغيبة مجرد الذكر ذكر العلماء أن ذلك لا يكون فقط باللسان قد يكون بالكتابة قد يكون بالغمز واللمز قد يكون بالإيماء بل قد يكون بالدعاء يعني قد يدعو العبد لرجل غائب دعوة في ملأ من الناس لكنه يؤدي هذه الدعوة بطريقة فيها انتقاص بمعنى بمعنى يقول مثلا حينما يذكر فلان غفر الله الله يرزقنا الإخلاص الله يرزقه الإخلاص وكأنه يريد أن يوهم السامعين أنه يعرف منه ضد الإخلاص يكون قد دعا له في الظاهر ولكن في الباطن في الحقيقة يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات والعياذ بالله ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما يرى جريمة الغيبة هذا الحقيقة كلام يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى